نجح أهالي الضحايا والناجين السوريين من مجزر نظام الأسد بتحقيق انتصار بأولمبياد باري بعد ما جاوبت اللجنة الأولمبية الدولية لحملتهم وأكدت أن عمر العروب نائب رئيس الاتحاد الرياضي السوري ما رح يحضر الأولمبياد بفرنسا بس مين هو عمر العروب؟ العروب عنده تاريخ أسود بقمع المعارضين وقت كان رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بجامعة حلب الاتحاد الوطني طلبة سوريا أنشأ لي كي يكون مثلا للطلبة ولكنه في الواقع كان جسمان يهدف إلى ضبط الطلاب وقمع أي حراك طلابي مناهد للنظام في سوريا بحسب تحقيق للمجلس السوري لبريطاني ارتكب اتحاد الطلبة جرائم حرب ضد الطلاب المعارضين بين 2011 و2013 عمر العروب كان من أبرز المهندسين لهذه الجرائم مع بداية الثورة السورية أمر العروب شخصيا عناصر اتحاد الطلبة برامي الطلاب والطالبات المعارضين من الطابق الرابع بالسكن الجامع اتحاد الطلبة شارك باعتقالي بسنة 2012 من جامعة دمشق لما اعترضت على اعتقال دكتورة بالجامعة كانت عم تعتقل على يد اتحاد الطلبة حتى أنا بعد ما اطلعت من معتقل حتى الدام حرم الجامعة كله ما عد قدرت امره بال2014 سهم العروب بتأسيس ميليشيا كتائب البعث يلي قادت الهجوم على حلب وهي تمثل جناح عسكري لحزو البعث والاتحاد الوطني طلبة سوريا وكتائب البعث شاركت في نصب حواجز واعتقال الاشخاص وقمع الاحتجاجات وشاركت لاحقا في المعارك التي تمت بين النظام وبين الجيش السوري الحر في عدد مناطق كيف نظام الاسد العروب بمناصب ونفوذ كبير بالاتحاد الرياضي لدرجة النزار فرنسا ليمثل البعث السورية خلال فترة التحضير للأولمبياد رغم الضغط الكبير اللي قدر يحققه اهل الضحايا والناجين بعدها حملتهم مكملة لانه ما بيكفي منع العروب من حضور الأولمبياد بيتوجب على اللجنة الأولمبية اليوم انه تقطع كل العلاقات والتواصل مع العروب وما تعترف فيه كممثل للنظام بالأولمبياد مع توضيح السبب انه هو مجرم حرب عمر عروب وغيره انه هو ما بيقدر يمارس انتهاكاته بدون محاسبة وبدون عقاب لجرامه وديك الانه هو مجد مطلع بيكويه و دیعوني مجدد من العروب ويوجد بعض الحليم حرب